إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب بينما اتجه التعاملات المصريين والعرب نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي للأسم المقايدة بالبورصة مستوى 721 مليار و600 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGF30 بالنسبة 89% ليسجل 11318 نقطة كما تراجع مؤشر الأسم الصغيرة والمتوسط EGX70 والذي تراجع بنسبة 28% ليغلق عند مستوى 2157 نقطة التراجعات امتدت أيضا لمؤشر EGX100 والذي تراجع بنسبة 38% ليغلق عند مستوى 3136 نقطة